ها قد بدأ العد التنازلي لكوب 28 فمئة يوم فقد تفصلنا عن الحدث البيئي الأكبر الإمارات سخرت قدراتها الريادية وقصص نجاحاتها في جعل هذا الحدث العالمي مؤتمرا للتنفيذ والتعهدات القادرة على تغيير الواقع الحالي لما فيه خير البشرية من خلال المحافظة على الأرض التي نتشاركها جميعا فمنذ الحد عشر من نوفمبر من عام 2021 ومع إعلان الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ رسميا عن استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر كوب 28 في عام 2023 بدأت الإمارات بوضع خططها وتجهيزاتها فكان الموقع غرة البداية ومن ضمن المواقع المميزة في الدولة تم اصطفاء مدينة إكسبو دبي التي أبهرت العالم في نسخة استثنائية والرمزية هنا وفي حدث مهم كبير بوزن كوب 28 تحمل رسائل ومضامين شتى كلها تتجسد في الشعار الذي تم تصميمه بعناية فائقة وبمراعاة لأدق التفاصيل حيث يعبر الشعار عن رؤية إماراتية بعيدة المدى للعمل المناخي الفعال ولمستقبل كوكب الأرض وقد جاء الشعار على شكل كروي باللونين الأخضر الفاتح والداكن متضمن مجموعة من الرموز المتنوعة المتعلقة بالعمل المناخي ومن الخطوات التي اتخذتها الدولة رفع القدرة الاستيعابية للفنادق لاستقبال الزوار مهما كانت أرقامهم وتنفيذ عدة خطط لتسهيل وصولهم إلى مقر المؤتمر باستخدام وسائل النقل المختلفة والهدف الأسمى والنهائي في كوب 28 هو تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض بمستوى درجة ونصف درجة مئوية حيث تسعى رئاسة المؤتمر للقيام بذلك بالوصول لنتائج تفاوضية تحقق أعلى الطموحات واعتماد جدول أعمال فعال يساهم في تنفيذ هذه النتائج بشكل ملموس وتستند الخطة إلى أربع ركائز رئيسية هي تسريع تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة وتطوير آليات التمويل المناخي والتركيز على جهود التكيف لتحسين الحياة وسبل العيش وضمان احتواء الجميع بشكل تام هذا الحدث سيتطلب تعاون الجميع والوفاء بالالتزامات من أجل كوكب الأرض لكن الإمارات ستقدم نسخة استثنائية من كوب 28 لن ينساها العالم ترجمة نانسي قنقر